بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله رحبكم وعزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم رح نتحدث عن زمن present perfect اليونة السابع كتاب النحو الطبعة الجديدة واللي هو زمن المضارع التام مثل ما عودتكم وقبل أي زمن ناخذه يفضل أن نروح على الملزمة ونشوف نشوف تركيب مالة الزمن وحالة النفي وحالة السؤال بالنسبة لي زمن المضارع فاعل تام فالقاعدة مالته فاعل زاد have أو has زاد فعل يحتوي على الing ثم تكمله I have worked at school I have worked at school أنا عندي have has مفرد أو جمع worked نجرد رح أخلي الhave لو الhas حسب الجملة وأضيف تصريف ثالث إلى الفعل هذه بالنسبة لحالة الإثبات أما بالنسبة لحالة النفي فراح تكون القاعدة فاعل زاد have أو has زاد not زاد فعل بتصريف ثالث إلى الفعل يعني مجرد نخلي not فراح تصير الجملة they have not to play football في حالة السؤال نخلي الhave أو الhas في بداية الجملة ونكمل بقية الجملة ولا ننسى نحاولها تصريف ثالث طبعا التام كله بتح تصريف ثالث بس البسيط يكون الفعل مجرد فقط البسيط بس زمن البسيط يكون بفعل مجرد البسيط نحن مقدمة نقطة A من نفس نسبة لسكشن B يقول When we say something has happened شيئا ما قد انتهى This is usually a new information هذه في الغالب معلومات جديدة إذن دائما طلابنا الأعزاء زمن المضارع البسيط نستخدم المضارع التام عفوا نستخدمها مع إعطاء معلومات جديدة أو مع نتيجة يعني حدث صار بالماضي يعني بالمضارع صار جديد يعني أكو تأثير أكو نتيجة الحدث صار بالماضي والتأثير صار بالحاضر يعني مثلا أقول يعني أنا كسرت الشباكة وكسرت الباب وما أدري أقول أنا كسرت الشباكة الحدث تم بالماضي ولكن التأثير مالتا لحد الآن فهو المضارع التام هو هذا يعني هاي الفكرة مالتا فإحنا بننقول هذا يعني عنده معلومات جديدة فعلا هي معلومات جديدة فمثلا Oh I've cut my finger جرح تصبعي الحدث تم بالماضي والتأثير بقل ألم بقل بالحاضر طيب The road as is closed الطرق مغلقة There has been an accident كان هناك حدث الحدث تم بالماضي والتأثير يبقى للحاضر بوليس have arrested two men in connection with ropery الاشخاص الشرطة ألقى القبض على شخصين الحدث تم بالماضي والتأثير بقى استمر إلى الحاضر السرقة تمت بالماضي ولكن التأثير تأثير الشرطة بقى يبحثون على اللصوص بقى إلى الحاضر يقول ملاحظة مهمة دائما المضارع التام يرتبط بالناو هو طبعا فعلا يرتبط بالناو ليش؟ لأن التأثير مهلته يبقى للحاضر لذلك هو يرتبط بكلمة ناو خلينا ناخذ أيضا ملاحظة مهمة بخصوص القن والبين طبعا القن والبين أعتقد كلكم تعرفونها وتخربطون بها أيضا بنفس الوقت فحنطيكم وياها بشكل عام وحنطيكم علامة لون تميزون بيناتهم جون معناها ذهبه بين معناها ذهبه وراجعه إذا تخربط بيناتهم عندك الإي الإي هاي الأخير شي بالقان موجودة مرة وحدة يعني معناها بس راح بس بالبين بيها اثنيا يعني راح ورجع فالبين ذهبه ورجعه لأنه بيها إي إن والقان مرة وحدة لأنه بس ذهب جونز is on holiday جينز جيمز هو بهولدي ذهب الى إيطاليا ذهب الى إيطاليا يقول لك آمي إز باك نان هوم نو رجعت للمنزل طبعا ذهبت ورجعت شي هاز بين تو إيطاليا والليات ذهن كلمات نستخدمين ويا هذا الزمن ولا نسى بأنه just معناها a short time ago وقت مضى سريعا ويجي مكانها قبل الفعل الرئيسي just arrived just arrived يجي قبل الفعل الرئيسي أما الأرذي فأيضا يكون معناها قبل يجي قبل الفعل الرئيسي ومعناها شيء قد حدث مسبقا هذن كليش مهمات يعني استقم مكانها مكانها يعني وين يكون أما اليات فمعناها لحد الآن وتستخدم مع النفي والسؤال تستخدم مع النفي والسؤال وهذن أيضا كلمات مالغة الزمنة فيه تستفادون من النعدن ذن كولهن يجن ويا زمن المبارع التام يلقوا عليها النظرة لأنه راح تستفادون من النعدن جمعت لكم ياهن كلهن بهاي ملزمة تقدروا تطلبون هاي ملزمة إن شاء الله من المكاتب هذا بكل ما يخص موضوع البرزنت البرزنت بيرفكت شرح كامل عن الزمن إن شاء الله نشوف كما بمحاضرة أخرى ونكمل بقية الوحدات